شباب وشابات الولايات باجا وجندبو المونستير ومدنين وتطوين وقفصة اجتمعوا المونستير محملين بمشاريعهم السمعية البصرية التي انجزوها في اطار دورة تكوينية ضمن مشروع كن فاعلا باستدامة والتي شملت 172 شاب وشابة من مختلف ولاية الجمهورية من تنظيم جمعية مواطنون فاعلون من اجل التنمية مثل المشروع هذا في تكوين الشباب في البزنس بلان لفن الخطابة كيفاش الانوفاسيون كيفاش يعلو تجديد والامجيناسيون والابتكار المشاريع تخدم على التواصل على كيفاش ينومي المشاريع السياحة المستدامة في المناطقم نحكيوا على بلاية السياحية لكنها مغير مثمنة شكون الشيء ثمنها كان ولاد بلادهم اللي يعرفوا المناطق هذه باش ينفضوا الغبرة على المناطق هذه نعطيه ديفورماسيون على الفوتوغرافية على ديجيتال على ديجيتال ماركتيك كيفاش يروج المنطقة هذه الكترونيا وباستعمال التكنولوجيا الجديدة المشروع امتد على مدى سنتين وساهمت فيه كل من وزارة الخارجية الامريكية والصلة الجهوية والمندبيات الجهوية للسياحة هو الديوان الوطني للسياحة الهدف من هذا المشروع هو جلب الشباب لما يملكه منطقة ورغبة لتقديم الأحسن من أجل بلده واستغلال الموارد الطبيعية لتونس لتطوير السياحة مثل البحر والشمس والشواطئ والخصوصية المعمارية لبعض المدن والثقافة في تونس كل هذا يمكن استغلاله في التنمية هذوما الشباب وقع الأعلان على طلب انهم يقدموا برامج تكون مواجهة نحو الترويج السياحي ومناطق في الولايات هذه على إثرها فما خمسة مشاريع اليوم وقعت أقديمهم من طرف الشباب هذوما اللي موجودين ومنظويين تحت جمعية مواطنون فاعلون من أجل التنمية في يوم الاختتام قام الشباب الممثل لجهتهم بعرض ثمرة إنجازاتهم والمتمثلة في ومضات ترويجية توثمن الموروث والمخزون الثقافي والحضاري والبيئي لجهتهم اخترت بشيكون في البرجرامة هذه خطر عنا برشة مناتق طبيعية في نفزة وتبرقة زادة ما همش عاديين حقهم في النورث ويست حاولنا أن نعمل البروجيه هذه بش نظهرهم للعباد ونتشجعوا على السياحة الداخلية والإيكولوجيا في البرصمتها أنت أمريكا مدعم السيافة الأمريكية عملت الاسي تي هذه البروجيه شاركت فيه خطر يدعم السياحة ينهض بالقطاع السياحي في تطوير نستحقه الحاجة هذه كالش شجعنا منا بش نكمله في البروجيه هذا نخلو بلادنا بلصة خير نخدموها نظفوها نخدمو الكتاب إيكونوميك من البلاد متاعنا ونرضوها بلصة خير إن شاء الله كن فاعلا باستدامة مشروع طموح لدعم السياحة بمجهود الشباب دعما لاستدامة السياحة في كل مناطق الجمهورية ترجمة نانسي قنقر